السائلة بتقول فيه أخت فاضلة بتحكي أنها قبلت فتاة في السوق هذه الفتاة استغاست بيها أن فيه شاب غرر بها وهي حامل وطلبت من هذه الأخت أنها تسطر عليها حتى تضع وبالفعل ذهبت هذه الأخت معها إلى المستشفى وطلبت من الطبيبة أن تجري لها الولادة في الشهر الثامن خوفاً من أهلها في منطقة ما في مصر يعني ووضع الطفل في الحضانة ثم مات السؤال من وضعنا الدكتور الأخت الفاضلة لسعارة هذه البنت تخاف أنها تكون مشتركة في قتل الطفل فهل عليها تكفير لهذا الذنب أو لماذا تفعل الأخت فعلت عملاً صالحاً وآخراً سيئاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أما العمل الصالح فهو السدر السدر هذا مسألة قد يظن الناس أنها لم تأتي بها الشريعة الإسلامية أو أنها ضد نتتبع العورات أو نتتبع الناس حتى نقيم عليهم الحدود والأصل في هذه الأشياء السدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القازورات أو اخترف شيئاً من هذه القازورات فليستتر بستر الله فإن من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد الأخت مشهورة يعني فعلت مع هذه البنت خاصة في المجتمعات التي لا تقيم حدود وهي أول شيء تفعلها مع المرأة تقتلها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة سواء كانت مضطرة أو غير مضطرة سواء كانت لها عزر شرع لا يحققون في ذلك فيقتلونها فهي أحيت نفسي بهذه الطريقة الجزء الثاني هو من تسبب في قتل هذا الجنيل لأنه لا يعني زنب له وقد اكتمل في الشهر السامن إذا كانت مظلة الطبيبة وسعها في ولادتها وفي حفظ هذا الجنين وهو مات بقضاء الله وقدره دون أن يتدخل أحد أن الناس في هذا الأمر هذا الجنين وهذه رسالة لكل النساء جميعا المرأة التي يفرح زوجها ويفرح أهلها بحملها وتشيع ذلك بين الناس جميعا وتهنأ ويبارك لها إذا كان الحمل شرعيا لكن إذا كان حملا من سفاح والعياذ بالله يريد أن تدسه في الطراب وأن تقضي على حياته أن تخرج من هذا العار الولد الذي ضحك عليها هي مسؤولة عن هذا الأمر إن كان هو غرر بها أو لم يغرر بها لا يتسلم المرأة أو البنت نفسها لأحد كائنا من كان إلا بشرع الله وبالعقد الذي حله الله سبحانه وتعالى فالبنت طبعا مسؤولة عن فعلها الذي فعلته الأول سواء غرر بها أو لم يغرر بها يعاقلة إلا أن يكون قد اغتصبها إذا كان اقتصبها أو أكرهها على هذا الأمر أو يعني وقع عليها وهي نائمة أو في حالة يعني إغماء شديد إلى غير ذلك فلا يعني معصية عليها ولا يسمع عليها أما إذا كان فعلت بطوعها بهذا الكلام المعصول أنه سيتزوجها وأنه سيستر عليها وأنه سيعيش معها أحلى أيام وأحلى حياة ثم يأخذ ما يشاء ويتركها ولا يلتفد إليها فهي مسؤولة ومسؤول طبعا أمام الله عليه المسؤولية الكبيرة وهي مسؤولة أيضا إذا كانت الطبيعة فعلت ما ينبغي أن يفعل في هذا الوقت فلا إسمع على الطبيبة ولا إسمع على المرأة لأنها كانت تبتغي الستر وكانت تبتغي إحياء هذه المرأة التي لا يقام شرع الله وكان يقام شرع الله لكنا لها يعني إرفع أمرك إلى القاضي وهو إن شاء الله سينظر في أمرك ولم تظلامي في الشريعة لسهن أما إذا كانت الأعراف هي التي تحكم وتقتل المرأة سواء كانت محصنة أو غير محصنة سواء كانت مكرهة أو غير مكرهة يفعل بها ذلك فيفعلت هذا الأمر فإذا كانت الطبيبة بذلت جهدها في حياة هذا الجنين أو الطفل ومعت بقضاء الله وقدره فلا شيء عليها أما إذا كان أهمل في هذا الطفل لأنه ليس مرغوبا فيه وتم قتله عن طريق العمد أو عن طريق الإهمال فالطبيبة تشارك في هذا الأمر والمرأة التي أمه تشارك في هذا الأمر والأخت التي ساعدتها تشارك في هذا الإسم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم جميعا آمين يا رب